محمد بن إدريس الشافعي نشأته في السنة الخمسين بعد المئة الأولى من الهجرة وفي المدينة غزة بأرض فلسطين ولد الإمام الفقيه العالم محمد بن إدريس الشافعي انتقل الشافعي مع أسرته وهو لا يزال طفلا إلى أرض الحجاز يبدأ هذا الطفل الذي حافظ القرآن وهو في السابعة من عمره رحمته مع طلب العلم عانى محمد الشافعي كثيرا في بداية حياته فقد كانت أمه لا تنبق المان الكافي لتعليمه ولكنه كان يصر على طلب العلم ويتحايل على ظروفه ليتمكن من تحقيق أدبه هذا ما هذا الذي تحمله يا محمد؟ هذه مجموعة من العظام يا أمي عظام؟ ولما تأتي بالعظام للمنزل؟ إنني أستعملها كبديل عن الألواح التي يكتبون عليها لا أريد أن أرهبك يا أمه بثمن الألواح ولا أرغب أيضا في تضيع فرصة لطلب العلم سمحني يا بني كنت أتمنى أن أتمكن من مساعدتك ولكن يعلم الله أنني لا أدخر جهدا في هذا لا عليك يا أمه انظري ماذا أحضرت أيضا؟ هذه رسائل مكتوبة يا محمد ماذا ستفعل بها؟ إنها رسائل لا يريدها أصحابها أخذها منهم وأكتب على ظهرها اضمئني يا أمي فهناك دائما طريقة للحصول على العلم وتدوينه كلما نظرت في عينك يا محمد تأكدت أنك ستكون ذا شأن عظيم بإذن الله ولكن كانت تواجه ذلك الصبي بعض المشاكل من وقت إلى آخر ويكاد يفقد الأمل في إكمال رحلة تحصيله للعلوم ولكن أمه تلك المرأة العظيمة كانت ذكية بما يكفي لتنصح ولدها نصائح عظيمة ما الأمر يا محمد؟ المعنم يؤمن ولا يهتم به لأنني لا أدفع له ثمن الضروط التي أطلقاه فهمت أنت تسأله كثيرا لتفهم ولا يجيب عن أسئلتك أليس كذلك؟ بلا عذرا يا أم لا أريد أن أذكل عليك وأذيب إليهم أمك هاما آخر ولكني بالفعل حديم بسبب هذا الأمر ولا أجد له حلا أنا عندي الحل ماذا؟ أحضر الدرس مع أبناء الأغنياء ولا تشعر المدرس أنك ستضيع وقته بالأسئلة واستمع لما يقول وافهمه جيدا وأنا واثقة من أنك ستستفيد من هذا الأمر وتستغله لصالحك وحمل الشافعي بنصيحة أمه وأصبح مواظبا على حضور الدرس لا يكاد أحد يشعر بوجوده فإذا انصرف المدرس للراحة قام الشافعي بأعادة شرح ما قاله بالتلاميذ بل مربما أجاب عن أسئلتهم وأفهمهم ما استعصى عليهم ولما رأى المعلم ذلك أفضر كأنه أمام الفتى المميز وقرر أن يستمر الشافعي طالبا عنده مادام يساعده في رموع التدريس أرى أنك سعيد يا محمد هل تسير الأمور في الدرس على ما يرام؟ نعم يا أم شكرا لنصيحاتك الغانية هل كانت مفيدة فعلا؟ نعم وقد تعلمت منها أمري ماذا تعلمت؟ تعلمت الظل للعلم والأدب للمعلم بارك الله فيك يا بني ولأن مالدته كانت حريصة عليه فقد قررت أن تدخر مبلغا من المال تستعيد به على تعليم بلدها ولأنها تعرف أن كل فروع المعرفة مهمة لطالب العلم فقد أرسلت الشافعي لإحدى القبائل في البلد ليتعلم أشعار العلم ونصحته بأن يمارس الرياضة حتى يشغل وقت فرانه ولذا سيصبح الشافعي عالماً فقياً أديساً ورياضياً أيضاً شاب مسلم يتمنى الكثيرون أن يصبحوا لنا كانت مدينة رسول الكريم صلى الله عليه وسلم واحدة من أهم محطات الإمام الشافعي وقد تتنبذ على يد إمامها الحائم مالك لأنس هذا يكفي اليوم يا محمد في الغد إن شاء الله نكمل أخشى أن تكون سبباً في إرضاك يا سيد غالك على الحكس أنت طالب علم مميز تذكرني بشبابي كنت نائماً للمعرفة مثلك هذه شهادة أعتز بها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدي مالك لي سؤال أرجو أن تجيبني عنها تفضل اسأل بينما أنا أجلس مع بعض أصدقائي كانت هناك حمامة تهدل من وقت إلى آخر وأزعجني صوتها للغاية فسألني أحد أصدقائي عن سبب غضبي فحلفت له بالطلاق أن هذه الحمامة لا تكف عن الهديد ما أسوأ ما فعلت ألم تسمعني أحذر مراراً من الحلف بالطلاق هذا ما حدث فأهل المرأة طالق الآن أنت حلفت أن هذه الحمامة لا تكف عن الهديد والحقيقة أنها تكف من وقت إلى آخر ولا تستمر في السياح طوال الوقت ولذا فمرأتك طالق للأسف هذا ما توقعت شكرا لك السلام عليكم أعتقد أنني رأي آخر في هذه المسألة ترى هل ألحق بهذا الرجل أن أطرقه أنا واثق من بي ولدي الدمين سألحق به انتظر يا سيد انتظر ما الأمر أيها الشاب أعذرني سمعتك أنت تسأل إمامنا مسألتك وأراك حزينة ما دونت قد سمعت السؤال فلا بد أنك سمعت الإجابة ولكن لا أظن أن مرأتك طالق فالقسم الذي أقسمته صحيح ماذا؟ الخطأ الذي ارتكرته هو أنك أقسمت بالطلاق ولكن لا تقسم على باطل بل قولك إن الحمامة لا تكوف عن الهديل قول صحيح انتظر هل لديك دليل على ما تقول؟ بالطبع سيدي مالك سيدي مالك سيدي مالك سيدي مالك ما الأمر؟ هذا الشاب يفتي أن امرأتي ليست بطالق أنت يا محمد؟ نعم يا سيدي ومن أين لك بالعلم لتفتي فتوك هذه منك يا إمام ماذا تعني؟ إنه حديث حدثتنا به وهو أن فاطمة بن تقيس جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تطلب رأيه صلى الله عليه وسلم في رجلين تقدما لزواج به منهما رجل يقال له أبو جهن فنصحا الرسول صلى الله عليه وسلم قائلاً أما أبو جهن فلا يضع العصى عن عاتقه أي لا ينزلها عن كتفه وهو يقصد بذلك أنه يضرب زوجاته كثيراً والحقيقة أن هذا الرجل لابد أنه ينزل العصى عن كتفه ولكنها بلاغة الرسول في التعبير وهذا ما قصده هذا الرجل عن كسرة هديل الحمامة وكأنها لا تتوقف عن ذلك ما رأيك يا سيد المالك؟ ألم تسمع؟ لقد جاءك بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم لا تكرر القسم بالطلاق مرة أخرى لن أفعلها بالطلاق السلام عليكم ما شاء الله ما شاء الله والله إني لأتوقع لك ما لم أتوقع لأحد من تلاميذي ولقد صح توقع الإمام مالك ولقد صح توقع الإمام مالك وبدأ الشافعي رحلته الأولى إلى العراق وهناك سيكون له شأن آخر